يعطيكم ألف عافية وصفتنا لليوم رح تكون بفي السمبوسك رح نعمل مع بعض السمبوسك بحشوة الجبنة تابعوني في الأيام الجاي لأنه إن شاء الله رح أعمل أكثر من فيديو لسمبوسك بحشوات مختلفة بس المرة زي ما حكيت لكم رح أعمله بيء الجبنة وإن شاء الله إنها رح تعجبكم طريقة تحضير الجبنة وتابع الفيديو للأخير لأنه رح أذكر فيه تفاصيل كثير مهمة بالنسبة لطريقة العجن وبالنسبة كمان لطريقة القلي هلا هون في البداية رح نحضر لعجينة رح حكيلكم عن الطحين اللي استخدمت هون استخدمت لطحين الكويتي ممكن تستخدموا أي نوعية أنتو بدكم إياها وبالنسبة للكاس استخدموا أي كاس متعدد الاستعمالات أنا هاي الكاس اللي استخدمتها رح نحتاج هون ثلاث كاسعة من الطحين بالإضافة لأ معلقة صغيرة من الملح رح نحتاج كمان معلقتين كبار من نشط ذرة بالنسبة للنشط ذرة ما تستغنوا عنه بالوصفة لأنه يعتبر مكون أساسي وهو اللي بيعطي القرمش للسنبوسك رح أحط كمان نص معلقة صغيرة من الباكينج باودر بالنسبة للباكينج باودر هو مكون اختياري بس أنا دائما بحب أحطه في أي عجينة سنبوسك بيعطيها شاشة للعجينة ورح نحتاج كمان سمن تقريبا هون السمنة رح نحتاجها معلقتين كبار تعتبر مكون أساسي أبدا ما تستغنوا عنه في حال مش متوفر عندكم السمنة ممكن تحطوا زيت النباتي هلا هون مرفرك السمنة بالطحين حتى يشرب لطحين كل السمنة بالنسبة للمي هون رح نحتاج تقريبا كاسة وربع من المي رح احكي شغلة عن المي انه هون لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة لأنه عجلة السنبوسك مو لازم نعجنها بمي دافية لأنه احنا بدنا العجينة انها تكون معنا شوي شادة فالأفضل انه نعجنها في مي بدرجة حرارة الغرفة منستمر بالعجل حتى تنلم معنا العجينة وفي الأخير هون رح قدها نقيلة بشوية زيت وقلم العجينة فيها وهيك عنا العجينة صارت جاهزة هالا هون رح احطها بصحن نظيف واتركها ترتاح تقريبا نص ساعة حتى احضر الحشوة نتركها ترتاح حتى تساعدنا بالفرد ما تغلبنا هالا هون رح احكي لكم عن الحشوة رح اعملها رح انحتاج معلقتين كبار من الطحين بهاي المرحلة رح احمس الطحين ورح احط فوقيه تقريبا ثلاث ملاعق كبار من الزيت النباتي وأول ما يشرب لطحين الزيت رح احط الحليب بالنسبة للحليب هون رح نحتاج لثلاث ارباع الكاس من الحليب السائل ورح نحتاج كمان هون رح احط المنكه اللي هو الزعتر الاخضر الناشف في حال مش متوفرة عندكم ممكن تحطوا حبت البركة ورح نحتاج كمان لكاستين من جبنة المزاريلا تقريبا هون وزن 400 جرام هاي الطريقة بتعطي نكهة مميزة للجبنة وبتعطي كمية منيحة لما تيجي تحشوها بالسنبوسك يعني ما شاء الله بتعطي كمية منيحة طبعا منظن نحركها حتى نتأكد انه الجبنة ذابت تماما وبنعرف ان الجبنة ذابت لما تيجي تفصل عن الاطراف بهيك عنا حشوة الجبنة صارت جاهزة طبعا هون الثرن بيكون سريء الغاز بيكون على الواطي حتى ما تحترق معكم الجبنة هلا هون رح أورجيكم العجينة بعد ما ارتحت معي طبعا ما تتخيلوا ملمسها ابدا مثل المعجون يعني ما بتغلب ابدا في التشكيل بجد عجينة رائعة هلا هون انا رح اقسمها لثلاث كرات زي ما حكيت لكم ما تصغنوا عن السمنة لانها هي اللي بتعطي النغومة والطراولة العجينة هلا هون رح نبلش بعملية الفرد في البداية هون رح ارش طحين وافرتها بالنسبة هون لخملة العجينة ما بدنا اياها تكون خميلة يعني حاولوا انو ترفعوها حتى ما تكون معجنة معكم وقت القلي هون انا رح استخدم هاي قطعة السنبوسك ممكن تستخدم اي قطعة انتو بدكم اياها بعد ما اقطع العجينة رح اشيل العجينة الزايد رح اورجيكم العجينة بعد ما قلمها يعني اشتغلت فيها ثلاث مرات وظلت على نفس النعومة ابدا ما تغيرت رح اورجيكم هون طريقة الحشي طبعا في البداية هون رح احط قطعة العجين وراح اكيلكم عن شغلة مهمة انا بعملها بحبقتها ان اطراف العجينة اللي بتيجي على قطعة السنبوسك انو بمي بردة حتى وقت لما اكبس العجينة انها تلزق ماي يعني ابدا ما بتفتح معاكم في القليم بالنسبة للصبايا اللي بتحكي انو بتفتح معها السنبوسك وقت لقلي استغني هاي الطريقة اتهني الاطراف في مي باردة ابدا ما بتفتح معاكم هون صبايا لازم نحطها على قطعة قماش نضيفة ونرتب السنبوسك عليها ونغطيها طبعا هاي العجينة انا اللي زادت معايا رح احشيها في جبنة الكيري طبعا العجينة المزرلة اللي عملتها تقريبا عملتهم عندي هاي الكمية يعني كمية مليحة من السنبوسك وزي ما حكت لكم الكمية الزايدة اعملت فيها بجبنة الكيري هلو هون رح نبلش نحضر لطريقة القليم طبعا اشي كثير مهم انكوا تغطوا السنبوسك وانتو عم تشتغلوا فيها وبعد هاي المرحلة بعد ما تشكلوها ممكن على طول تتركوها شوي تبرد وتدخلوها لفريزر وتفرزنوها يعني على طول بس تأكدوا انها تبرد حطوها بالفريزر وتقدروا تستخدموها متى ما بدكم يعني تقريبا تقعد مدة شهر بالفريزر طبعا الزيت عنا لازم يكون حامي بس بعد ما يحمى عنا الزيت منوطي الغاز لانو السنبوسك بسرعة بتاخد لون معنا واذا حابين تنفخ معاكم السنبوسك اكثر كنتو على السنبوسك هي في الزيت الزيت طبعا هون رح اقلي معكم دور ثاني طبعا اول دور حطو فيه كمية قليلة حتى تختبرو حمى الزيت والدور الثاني حطو الكمية اللي انتو بدكم اياها طبعا ظلكم قلبو بي السنبوسك وهي بالزيت زي ما حكيت لكم لانها بسرعة بتاخد لون باك عنا السنبوسك صارت جاهزة وهاي بصفتي لليوم بتمنى انها تعجبكم بتمنى ان الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة